مختلف نسمع عليك؟ بالنسبة لي أنا هو مدرب تعيس تعيس يتم معنا الكرمي راني بش نقول لك أنت عندك 120 مليون نسمة مختلف مصطلحات هذه ليه تعيس ليه تعيس هو تعيس الكوب بش يأخذ بعشرة هم عنده 120 مليون نسمة ونحن راني العشر متيعه يعني أنا كنجا عندي 120 مليون نسمة راني عطيتك سكور بمئة هذا هو حاجة الأولى حاجة الثانية لا تصور كم ممارنين في الأوروبية وإسلام في الكاتجورية بشكل مجواراتهم ويقولون لهم سيسوا عليهم استحقيت بشتعتها مئة أو 200 مئة قدام جمهورهم هذا هو حاجة الأولى حاجة ثانية تحب نحكيك وحسبها وطنية أو شعبوية أو غيره إذا كان الفيديو هذا يتسرب أنا هذا ما يخرج من تونس إلا ما تم وسائلته أنت سائلته سائلته على ما نحكيش على جوالات أنت نحكي حتى على جمهور قدام جمهورهم يخوة ماكش أنت اليوم بش تحمي نحنا عنا مسؤولية كورتيادية يزوم منتحاسبه زيدة على الفضيحة اللي صارت وهو زيدة احترامها لتونس اللي ضيفته جمعة أولى عشرة يام وكلام من خيرها ما يتكلمش كلام ما عملناش عليهم زيه انا بالنسبة لي نحنا عملنا عليهم زيه ونحنا مفهمة مدرب اتصورها الحكاية هذه مدرب تونسي عاتي عاشرة المصر في مصر في القهرة غادي ويخرج يقول لدي سكولة ذي لما مصر لما تطلع مدقى نحنا مثالش كما قال مروان الى كل مسؤولينا هذا يرجع يرجع اللي نحنا متأخرين في الكورت اللي قد عنا عشاسين تواعمل تالي التراجي قادم سيطرة على بطولتها اه وكتب لجمعية واحدة ما عادش فهمة كونكيرون ما بين ما عادش فهمة ديربي كبير ما عادش فهمة اليتوان ما عادش فهمة الجماعيات الكبارة متاع الهونت هذيك هي الفاتورة لازم اكثر ما عادش فهمة كاليتين زيه دا في الملعبين انا اللي حبيت لك سيد احمد ما نقريه حتى هو لو في الوقت المستخد عم يخديته شوي احترامه حتى ملاعبيتك انا كنجي جوان اقول عجب لو انا رابح دي بون ديكار يجيني للانترنير يقول لي نقص شوي وخفف شوي طلعي شراء استفزيزة احمد احمد سمحني يا تاج اه انتي دخلتني فيك انا ملاعبي ونسمع للانترنير متاعي يقول لي لك لما هذا تو محولة اكاد انا قلتك اسح عليهم اسح عليهم اسح عليهم اكاد مش مع بعضهم انا مستفزنيش عمد استفزني احمد احمد احنا ياسر نزيد بلوطنيه سلوك الوطنية ماوشه الناس معانا انترولوا يحكيوهم مدربين مدعوه وقوه معانا نتكذف اه وطنية واسائل بلادنا يا سيد احمد شوفوا تيسكوروا معتصار ماناش تحكي في دروس الوطنية انا هذا رايك كنتي نحكي لمورايك هذا رايك سيد هذا جاه في التلفز احكاه جاه مشا استفز الجمهور مشا استفز اللعبية المنتخب مشا المدرب المنتخب سمعت واذاك في لحظة انتين بينو بينو ملاعبيتو اتسر بالسود كما صار الفوز البنزرتي وقتها يعطي في التعليمات في السيرونتين خرجت الله غالب نجيو احنا معانا تانان شايتنو العباد ايه عاد حابي تقول ما ما نكمل معاك انتي يا نجم سبرك حتى كان جيت معاك كما نقولو حب اه ما يعطيش اكثر سكور للمنتخب كني نجم يخرج حتى اليكيب تيب ما غير ما يقول لهم خاطر عيش بنتك ان الراه استفزيس اكثر يا احمد اينا قوتك صح علي اعطاه الوقت ما كيرا نتويسه ونغيره على مريول المنتخب امتاعنا وماذا باي اينا يعطيني عشرين خلي لعبة تفيق على رواحها بالعكس انا يزيدي يزيدي وريني المشاكل يقاعدة صايرة في المنتخب انا محاجتيش به انا محاجتيش به انا محاجتيش به انا مدارة اليوم ميكروه اصبعني ديما في الوقت المستقطع فما الميكروه تجيبوا بشتابه او نوترونور دارة استفزيس فيها اعني قولك انا خاطر اصبعني انا الماتش ما تموش تليفيزي الماتش تعدة عليوتيوب ايي 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 على اليوتيوب اخي سعدشوه مجب ما كل شي يوصر يا احمد ليسا حاليا عطاهم الوقت انا حاجة بركة تفرجوا يمسؤولين تعال جيمة كورت اليد التونسية اكشوفت اي صغير فينا في الكورت اليد فقدت أحمد خلينا نتفعله حتى مع السيد المستمعين والتعليقات فاني محمد الشيبي يقولك سيد أحمد قل له احنا اصيل النملي على شطحة وتراجي رابحة الاهلي والزمال لك اللاعب قامت عليه القيامة في مصر هي عادي بشقيم عليهم قيامة ذلك امورهم انا نحكي راهو نشوف في حاجة صارت قدامي الحارس ما عنده الحق يفرح زي يفرح على روحه للالاه على ما نحكيش على السيد النملي واللي عمله وذاك يناقش اما نحكي على انترنور جاي يحكي معام لعبته تسرب اسمعنا احنا تدي شكور متيعهم انا ملكا قولها انت شكال له الملعبين قال مسايسوا عليهم عمل السوم امام عامل الشاي و الجمهور الالعبين هم هم اقوى منه وخير منه سورتار هاي وقفصونا اللعب مبروك ما قلناش ايه اذا كان الاتفرسير خير مني يزادها لغالب اذا من استعرف أما هو سيد المدرب دعونا برس بالله إلان تجنوه على العباد راوى الوطنية إزاي فإلي إحنا أشكفها نوليه وطنيين كان في حكاية معينة وقته تهبط العين هو وطنية السيد مجيش في ترفزة ولا في ميكرو أوفيسيال ولا في تصريح قلل من شأن تونس ولا من قلل من شأن المنتخب هذا في لحظة بينه وبين ملعبيته في وحد في وقت مستخدع أسمعني إسرائي وقت اللي تفقد والله مش نقول بصراحة وقت اللي تفقد جوار كما عيسام تيج مش خاطر مروين بجنبي أكل جرينتا وجواريات كنوا موجودين في النادي الأفريقي وقتلي مركي بونتو تقول كسب فيلا وقتلي تكسبها صحة لي يجي يتكلم على روحه في تونس ويعمل ويأخذ طيارة ويروح ويروحوا للكمد أفريق صحة لي وكهو ذكي شنقول أعطيكم الصحة نمشي وفاصل قصير موزيكا بعد شوية بش تحكيو على الشامبيونز ليجة الأفريقية أو الأوروبية عفوا أنا بشكلها جديد تبدأ اليوم المقابلين بشتوها 3-54 نبدأوا نمشيوا موزيكا وبعض ننجحوا نكملوا الجزء الأخير من الحصة متاعنا